السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف السادس في مقرر المهارات الرقمية والفصل الدراسي الثالث عنوان درسنا لهذا اليوم هو إنشاء الخرائط في جزئه الأول تحدثنا في الدرس السابق عن التحقق من المسافة بصورة مستمرة فقمنا بإضافة لبنة FDO من فئة CONTROL ثم من LOGIC أضفنا لبنة المقارنة ثم من فئة SENSORS أضفنا Ultrasonic SENSOR وغيرنا علامة المساوى إلى أقل من أو يساوي واستخدمنا لبنة رقم من فئة MATH وقمنا بتعبئة المسافة 10 سنتيمتر ثم استخدمنا لبنة TURN من ACTION غيرنا سرعة الروبوت إلى 30 وزاوية الاستدارة 180 لليمين إذن نلاحظ أن الروبوت في هذه الحالة عند اكتشافه لمسافة أقل من أو تساوي العشرة سيستدير بمقدار 180 درجة لليمين لاحظ لاحظ استدارة الروبوت إذن بذلك تعلمنا كيفية التحكم أو التحقق من مسافة أيضا تعلمنا في الدرس السابق حول برمجة الأضواء فبعد استخدامنا للبنة FDO ELSE استخدمنا لبنة TURN BREAK LIGHT من فئة ACTION وقمنا بضبط ألوان الأضواء على الروبوت وأيضا في جزء ELSE جعلنا اللون مثلا red والحالة لهذا الضوء هي flashing لنتحكم في ألوان أو ألوان الإضاءة الخاصة بالروبوت نذهب إلى جزء المحاكاة أو simulation ونشغل الروبوت مع ملاحظة الأضواء فوق الروبوت لاحظ يضيء باللون الأخضر عند اكتشافه للون الرمادي وميض باللون الأحمر عند اكتشافه للون الأحمر ثم يستدير أيضا لاكتشافه العائق أما درسنا لهذا اليوم فسنتحدث فيه عن إضافة العوائق وتلوين المساحات هل من الممكن إنشاء خرائط خاصة بك بحيث يتحرك الروبوت من خلالها؟ فكما تعلمنا في الدرس السابق استخدمنا الخريطة الأساسا موجودة في البرنامج لكن هل يمكننا إنشاء خرائط خاصة بنا؟ لنتعرف على إجابة هذا السؤال نتابع هذا الدرس مشهد المحاكاة هو المساحة المحددة للبيئة حيث يتحرك روبوت المحاكاة يحتوي المشهد على صور خلفيات متعددة تسمى بالخرائط أيضا وذلك لأنها تمثل المناطق التي ينتقل فيها الروبوت الافتراضي لأداء المهام يمكنك تحميل صورة من الحاسب الخاص بك لاستخدامها كخريطة مشهد كما يمكنك استخدام الأدوات لإضافة مساحات ملونة ثنائية الأبعاد وعوائق ثلاثية الأبعاد إلى خريطة موجودة بالفعل إضافة العوائق وتلوين المساحات سيكون باستخدام هذه الأدوات التي توجد في أعلى بيئة المحاكاة وكذلك يمكنك تحميل صورة كخلفية للمحاكاة باستخدام هذا الرمز تحرير العوائق اختر المشهد الآتي لمعرفة كيفية حذف العوائق وإضافتها وتغيير شكلها ولونها باستخدام هذا الرمز الذي وضعنا حوله دائرة حمراء الآن سنتحرف على إزالة عائق اضغط على العائق أولا كما يشير إليه الرقم واحد ثم اضغط على زر recycle bin icon أو أيقونة سلة المحذوفات كما يشير إليه الرقم اثنان إذن هذا الرمز يستخدم لإزالة عائق أو مساحة وهنا يستخدم هذا الرمز لاختيار لون المساحة الملونة أو العائق المحدد وهذا الرمز يستخدم لإضافة مساحة ملونة أما هذا الرمز فيستخدم لإضافة عائق هذا هو العائق الموجود في المشهد العائق هو كائن ثلاثي الأبعاد يمكن لمستشعر المسافة في الروبوت اكتشافه إذن التطبيق العملي لإزالة عائق أولا ننقر على العائق ثم ننقر على رمز سلة المهملات وبالتالي يتم إزالته سنتعرف الآن على إضافة عائقين مختلفين اضغط على زر Add إضافة عائق رقم واحد ثم حدد شكل العائق المطلوب كما يشير إليه رقم اثنان وحدد شكل العائق الثاني كما يشير إليه رقم ثلاثة يمكنك الاختيار بين ثلاثة أشكال مختلفة من العائق التطبيق العملي لإضافة العائق ننقر على هذا الرمز ثم اختر شكل العائق ثم أعد النقر على نفس الرمز واختر شكل آخر للعائق إذن أضفنا عائقين مختلفين إلى بيئة المحاكة اسحب العائق وضعه في المكان الذي تريده في المشهد إذن سنتعرف الآن على ضبط موضع العائق وشكله ثم اسحب وأفلت نقطة أو أكثر من حواف في العائق بشكل صحيح كما يشير إليه رقم اثنان التطبيق العملي لضبط موضع عائق وشكله أولا ننقر على العائق تظهر حوله دوائر باللون الأسود قم بسحبها للأعلى أو للأسفل لتحكم في شكل العائق لإعادة تلوين العائق تأكد أولا من تحديدك للعائق ثم من زر color picker أو منتق الألوان كما يشير إليه رقم واحد حدد اللون من اللوحة كما يشير إليه رقم اثنان اضغط على زر إضافة العائق كما يشير إليه رقم واحد ثم اضغط على هذا الزر الذي يشير إليه رقم اثنان لإزالة جميع العوائق في المشهد اضغط هذا الزر كما ذكرنا لإزالة جميع العوائق في نفس الوقت إذن التطبيق العملي لإزالة جميع العوائق المضافة في المشهد إذن مباشرة من هذا الرمز ننقر عليه ثم ننقر على هذا الرمز لإزالة جميع العوائق في نفس الوقت تحرير المساحات الملونة اختر المشهد الآتي لمعرفة كيفية إضافة المساحات الملونة وحذفها وإعادة تشكيلها وتلوينها أضف ثلاثة مساحات ملونة مختلفة كما تشاهد في هذه الصورة باستخدام هذا الرمز الذي أشرنا إليه باللون الأحمر إذن لإضافة مساحة ملونة اضغط على زر إضافة مساحة ملونة كما يشير إليه رقم واحد ثم حدد شكل المربع للمنطقة الملونة كما يشير إليه رقم اثنان ثم حدد شكل الدائرة لمنطقة الملونة بالرقم أو المشار إليها بالرقم ثلاثة حدد شكل المثلث للمنطقة الملونة كما يشير إليه رقم أربعة ثم اضغط على أي مكان في الخريطة كما يشير إليه رقم خمسة إذن من هنا يتم تحديد الأشكال أو شكل المساحة الملونة وهنا هذه المساحة الملونة هي أسطح ملونة موجودة في مشهد المحاكة ويمكن للروبوت اكتشافها باستخدام مستشعر الألوان التطبيق العملي لإضافة مساحة ملونة ننقر على رمز المساحات الملونة ثم ننقر على المربع نعيد الضغط لاختيار مثلا مثل المثلث ونعيد نفس العملية لاختيار الدائرة لاحظ أننا أضفنا ثلاثة مساحات ملونة لحذف مساحة ملونة اضغط على المساحة الملونة كما يشير إليه رقم واحد ثم اضغط على زر أو أيقونة سلة المحذفات كما يشير إليه رقم اثنان التطبيق العملي لحذف مساحة ملونة ذكرنا أن ننقر على المساحة ثم ننقر على سلة المهملات لضبط موضع المساحة الملونة وشكلها اسحب وضع المساحة في المكان المناسب في المشهد كما يشير رقم واحد اسحب وأفلت نقطة أو أكثر من حواف المساحة لتغيير شكلها للشكل الظاهر أمامك في المشهد كما يشير إليه رقم اثنان نأتي الآن للتطبيق العملي لضبط موضع المساحة الملونة وشكلها إذا لاحظ يمكننا تحريكها من مكانها ثم بعد ذلك تغيير شكلها بالنقر على حوافها لتلوين المساحة اضغط على زر منتق الألوان كما يشير إليه الرقم واحد ثم أحدد اللون الرمادي من اللوحة كما يشير إليه الرقم اثنان التطبيق العملي لتلوين المساحة أولا انقر على الشكل أو مساحة التي تريد تغيير لونها ثم من زر منتق الألوان نختار اللون الرمادي لإزالة جميع المساحات المضافة إلى المشهد اضغط على زر إضافة مساحة ملونة كما يشير إليه الرقم واحد ثم اضغط على هذا الزر كما يشير إليه رقم اثنان إذن هذا الزر يستخدم لإزالة جميع المساحات في نفس الوقت نطبق عملي لإزالة جميع المساحات المضافة إلى المشهد ننقر على زر إضافة المساحات ثم ننقر على هذا الرمز لحذف جميع المساحات في نفس الوقت التقويم تدريب واحد أضف مساحة ملونة باللون البني وأخرى باللون الأسود إلى خريطة مساحات الألوان كما تشاهد في هذه الصورة برمج الروبوت لتنفيذ الآتي التحرك إلى الأمام تشغيل الضوء الأحمر إذا اكتشف مستشعر الألوان Color Sensor اللون البني التوقف عندما يكتشف مستشعر الألوان Color Sensor اللون الأسود لتشغيل المقطع البرمجي ضع الروبوت أمام المساحات الملونة إذن نفكر قليلا في حل هذا السؤال أولا أضف المساحة البنية والسوداء ثم قم ببرمجة الروبوت كما هو موضح أمامك إذن نبدأ الحل معا أولا لبرمجة الروبوت لنجعل الروبوت يتحرك إلى الأمام نستخدم لبنة repeat indefinitely ثم لبنة drive حتى نضمن استمرارية الروبوت في التحرك للأمام ثم لاستشعار اللون نستخدم لبنة أحسنتم نستخدم لبنة F2 ثم نستخدم لبنة color sensor لاستشعار اللون في لبنة المقارنة نحتفظ بالإعداد الافتراضي للبنة المقارنة وهو استخدامنا للمساواة ثم نستخدم لبنة اللون البني ماذا على الروبوت أن ينفذ بعد اكتشافه للون البني ذكرنا قبل قليل في السؤال أحسنتم عليه أن يقوم بتشغيل الضوء الأحمر ثم نريد الروبوت أن يتوقف عند اكتشافه للون الأسود إذن في لبنة أو في جزء أو نضيف لبنة F2 نضع الأمر stop ثم بعد ذلك نجعله ينتظر لمدة ألف ملي ثانية هذا هو الحل الصحيح لبرمجة الروبوت أما لتشغيل مقطع البرمجي وتعديل الخريطة استخدم أداة إضافة مساحة لونية ثم عدل الحجم واختر أداة منتق اللون واختر اللون البني ثم أضف مساحة أخرى وعدل حجمها ثم باستخدام أداة منتق اللون اختر اللون الأسود اسحب الروبوت واجعله في هذا المكان ثم شغل الروبوت ولاحظ هل برمجة تسير بشكل صحيح أم لا الروبوت يستمر في التقدم عند اكتشافه للون البني يضيء بالأحمر وعند اكتشافه للون الأسود سيتوقف إذن في هذا الدرس تحدثنا عن إضافة العوائق وتلوين المساحات شكرا لكم أعزائي الطلاب على حسن استماعكم ولنا لقاء في الدرس القادم